يا أهلا والله ومسهلا ويعطيكم العافية في هذا الفيديو الجديد اللي راح نتكلم بشكل أساسي كيف نسوي دراسة تحليلية لمتاجر دروب شبنج اللي موجودة على شهب وفاي اكسجينج وش الفائدة من هذا الفيديو؟ الفائدة اللي راح تطلع منها من هذا الفيديو هو أربع شيئ أساسية أولا كيف المتاجر اللي طلعت أرباح واللي طلعت أرباح حقيقية وشوية تستاهل كيف وش نوع المنتجات اللي بيعونها الشيء الآخر كيف الناس هذي تسوي إعلاناتها هذا شيء ثاني يعني بدل ما أنا أجي أقول لك أنه أنا سويت كده وأنا سويت كده وأنا سويت كده لا تعال وريك الناس اللي في عام 2020 وفي عام 2021 إيش قاعدين يسوون في الدروب شبنج والشب وفاي أوكي؟ برضو راح نتعلم كيف الناس قاعد تتفاهم وتتفاوض مع السبلايرز راح ندخل في أشياء جدا كثيرة وأخيرا راح نحلل راح أعلمك بالضبط كيف تقدر تحلل المتاجر اللي موجودة على شب وفاي اكسجينج وتعرف كم صافي الربح حقها يامو ياما شفنا متاجر قالوا أنه إحنا طلعنا ملايين الملايين الملايين لكن لازم نعرف بشكل أساسي كم طلعوا كصافي ربح دائما تدري ليش نطول الحكي هذا تعال ندخل على طول على الشب وفاي وريك كل شيء تحتاجه طيب يا عزيزي هذا موقع شب وفاي اكسجينجي إذا تبغى توصل على موقع شب وفاي اكسجينج راح تلقى الرابط حقه موجود تحت كل اللي عليك كنت تدخل على شب وفاي اكسجينج راح تشوف الشكل اللي قدامك شوفي يا عزيزي أول ما تدخل راح تضغط على كلمة براوز اللي موجودة فوق راح تضغط على شيف مكتبه ايش البزنس تايب اللي انت تبغاه فانا اختار على كلمة دروب شيفينج في البارحة عن طريق السناب شات راح نتكلمنا على متجر معين وحللنا تحليل اذا انت متابعني على السناب شات راح تلقى اتوقع الكود هنا وهنا وهنا موجود لا تنسى تسوي لايك اذا انت وصلت هالفترة بهالفيديو سووا لايك يرحبك سووا لايك المهم فاول ما تدخل على هالموقع هذا او اول ما تدخل على بالضبط على الستور الموجود هذا راح تلقى كل المتاجر الالكترونية اللي تبيع على نظام دروب شبينج انا الامانة لفتني متجر البارحة لفتني متجر جدا 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 رائع وراح ادور عليه انا وياكم اوكي فاخنسوي سورت باي الربنيو ونشوف مين الناس اللي طلعت فلوس تاب تعالوا لاني انا امس مسوي زي ما قتلكم على سناب شات تعالوا ونريكم اسم المتجر خلو طلع اسم المتجر من هنا عشان راح نلقاه بشكل سريع اوكي هلون يوم طب ما عليش يا جماعة انا زي ما قلتلكم ما راح شوي اي ادتينج لاني ابغاكم تشوفون تاون سومو اسمه اوكي وراك تشوفون كل شي قدام عينكم فنحط هنا تاون سو مو اوكي ان شاء الله ان راح نطلع هذا هو لما انتم شفتو اوفر سبورت هذا الموقع هذا المتجر الالكتروني يبغى يبيعه 19.990 دولار هل فعلا يا ترى يستحق 19.990 دولار تعال ندخل على الموقع ونشوف بعض الدراسات التحليلية اللي راح تفيدنا اوكي فبيقول لنا الشخص انه والله بيطلعون تقريبا الارادات وليس الارباح الارادات وليس الارباح الموقع هذا يطلع تقريبا 6.972 دولار شهريا بيجيبون عدد زيارات تقريبا 11.091 بيقول انه بيطلع 50 بالمية ارباح اوكي يعني تقريبا 3000 الا والله اقل من 50 بالمية اوكي بيطلعون 3.021 ارباح اوكي طبعا هذه الاشياء اتوقع ما يمديك تتلاعب اتوقع لا بهذه ولا بهذه اما بالبرافت اتوقع يمديك تتلاعب فيهم لذلك ما راح نثق في الرقم هذا لكن راح اعلمك كيف نطلع صافي الربح صافي الربح الحين مع الموضوع الحالي اوكي فخلينا نقرأ بعض الاشياء اللي جدا صراحة الفتتني وخصيصا الاشياء البارحة اللي شرحتها عن طريق السناب شات ايش الاشياء اللي صدق صدق الفتتني اوكي فهو قاعد يقول انه والله اه وره طبعا خلينا نشوف وش المتجر ايش يبيع المتجر بشكل بساطة يبيع ساعة اوكي يبيع الساعات هذي تصميم المتجر ولا غلطة ولا غلطة تصميم المتجر زي ما انت شايف كل الاسبسيفيكيشن واضحة سعر الساعة تقريبا اربعمية وثلاثة وعشرين ريال اوكي فيه طريقة جدا بسيطة اني اطلع كم اطلع هذا المنتج بالضبط الموجود على عليكسبريس وشوف كم سعره زي ما انت شايف هي اربعمية وثلاثة وعشرين ريال كل اللي علي اني ادوس على الright click بعدها اضغط على copy image address اوكي copy image address بروح على اضافة موجود على chrome اوكي وراح حط رابط حقي الاضافة هذي تحت اوكي رح اضغط على اضافة موجودة على chrome واضغط على عليكسبريس search by image اوكي بعدها بحط على paste بكل بساطة بس بضغط paste وبعدها باضغط بحث بمجرد اني ضغط بحث رح يفتح مع الموقع اللي اسمها علي سيك وعلي سيك هذا راح يوريني بكل بساطة جميع المتاجر الموجودة على علي إكسبريس تبيع نفس المنتج طبعا سعر المنتج تقريبا تقريبا خلينا نشوف أرخص واحد هذا اللي بيعه أرخص واحد تقريبا ستة وثلاثين دولار خلينا نشوف كم سعره بالريال السعودي لأنه راح يطلع معنا هنا خلينا نقول أنه والله سعره رجع لي رجعنا يا جماعة خلينا نقول والله سعره من غير أي تكلف من غير ما أدور من غير أي بحث خلينا نقول والله سعره 138 ريال بأخذ أرخذ السعر هنا ونسوي التست عليه ممكنك تأخذها على سعر وأقل سعر وأنت تشوف الفرق لكن أنا بعلمك بعد شوي بالإكسل كيف أنت تلاحظ هذه الأشياء فكل اللي نبغى يا عزيزي زي ما أنت شايف هو قاعد يأخذ المنتج 138 ريال خلينا نشوف أنه هذا هو المنتج على سبيل المثال وشب فروم شاينا تقريبا شحن مجاني 138 ريال ف138 ريال يا جماعة تقريبا تكلفة المنتج هو قاعد يبيعه بـ 423 لذلك نستفيد من أول درس الحين في التحليل هذا لما تجي تسعر شوف الناس كيف قاعدة تسعر مو قاعدة تسعر زيادة 5 أو 6 أو 7 ريال أو 10 ريال أو 20 ريال عشان نطلع ربح حقيقي تحتاج أنك فعلا تضاعف السعر بشكل جدا عالي أوكي فهو حط السعر بـ 423 ريال طبعا ننزل على بعض المعلومات اللي موجودة هنا فنلاحظ أنه يقول لك والله أنا أبغى أبيعه علشان أني عندي منتجات أخرى وعندي متاجر أخرى ما أبغى أدخل في المواضيح هذه أنا ما أنصحك يا جماعة للمعلومية أنا ما بم قاعدة أصوّل هذا الفيديو علشان أنصحك أنك تشتري المتجر هذا لا أنا قاعدة أسوي لك الفيديو هذا فقط عشان أعلمك كيف تقدر تحلل متاجر الدروب شبينغ وتعرف هل فعلا فيه أرباح ولا ما فيه أرباح يعني بعض الناس بحس أنه والله إحنا قاعدين نسوق بزيادة لظام الدروب شبينغ ويحس أنه والله إحنا يعني كان عندنا هدف أخرى لكن هي فعلا عندنا هدف واحد أنك تشترك في دورتي هذا أول واحد ورابط الدورة تحت والهدف الثاني إنه نوريك الفرص الموجودة على الإنترنت لأكثر والأقل تبغى تشترك حياة كلا ماذا تبغى تشترك أنت حر أوكي فخلينا نقول هو يقول لك أنه والله I was only using Facebook ads فمعناها أنه كان فقط بيسوق للمتجر هذا عن طريق الفيسبوك ads Even with this good monthly number I believe the store للحين هو يقول إلى الآن ما توقع أنه جاب الأرباح اللي تستاحل طبعا المتجر واضح أنه بادي في مي 2020 وتقريبا خلينا نقول من مي إلى سبتمبر طلعت كل الـ revenue فمي جون جولاي أوغست سبتمبر تقريبا أربعة شهور مي جون جولاي أوغست سبتمبر خمسة أشهر أوكي هذه أغلب الأرباح طلعت في هذه الشهور أوكي فمي جون جولاي أوغست وسبتمبر أوكي خلينا نقول أنه والله يمكن ترك المتجر شوي ورجع له في الفترة هذه أوكي فلكن هذا هو الشيء الأساسي اللي نحن نجد نركز عليه خمس أشهر حققت له أغلب الأرباح حقية المتجر هذا قدر الرجال يحصل على 144 ألف زيارة أوكي هذه الإكسبنسز اللي يدفعها يقول أنه يدفع 41 لباقة شابوفاي الدومين 100 دولار بالسنة أنا مستغرب ممكن الدومين مرق قوي والدومين يعني هو www.kitha.com أوكي فهو يقول أنه يدفع لـ 100 دولار بالسنة أنا بالعادة أدفع 14 دولار بس ما أنا ماني فاهم هنا مكتوب دومين 100 دولار بالسنة وهنا مكتوب 19 دولار بالشهر ففي شي غريب بصراحة أوكي فعندنا الفيسبوك هنا عندنا الفيسبوك آدز بيقولوا أنه يدفع 1000 دولار على تكاليف التسويق فقط لكن أنا ما رح أكترث بأي التكاليف اللي هو حطها هنا اللي رح أطلع لك الحين الإكسل ورح نشوف بالضبط كيف الرجال هذا رح يطلع صافي لأرباحك أوكي فخلينا نقول بيقول لك اللوغو والبراندينج اللوغو والبراندينج سيطلع صافي لأرباحك رح يعطيك لكن أنا فعليا اللي هم مني هنا فعليا اللي هم مني يقول اللي هم مني يقول The buyer will get access to my trusted supplier who I have been working closely with the previous 8 months He speaks always ready to ship You don't need to worry about manually fulfilling order and adding tracking number on your own It's all handled by supplier وش المعنى الكلام هذا معناها بكل بساطة بكل بساطة انه هو شوف مهارات التفاوض شوف الناس بعض الناس صدق صدق ما شاء الله تبارك الرحمن اعتبره عبقري في مهارات التفاوض أوكي فهذه مهارات مو مهارات تعلمك يا الجامعة مو مهارات تعلمك يا الحياة هذه مهارات انت تنميها بنفسك تعرف تتفاوض وتنوي فهو ايش مسوي مخلي المورد حقه معطيه صلاحيات للدخول على المتجر حقه بحيث انه كل مرة تيجي طلبات المورد يشوف الطلبات هذه اول ما بيشوف الطلبات هذه بيجمع بيسكر بيضبط بيشحن بيطلع الرقم حق التراكينج نمبر أو الرقم التتبع بروح يحطه على المتجر الالكتروني ديريكتلي من غير اي مشاكل أوكي فهذه النقطة جدا رائعة فهو يقول لك بيشحن 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 انا ما وصلت للمرحلة هذه للامانة انا ما عمل وصلت للمرحلة انا كان عندي موظف خاص اوظفه بشكل خاص هو يلقوم يروح وياخذ التراكينج نمبرز والاشياء هذه ويبدأ يسوي الفلفلمنت براسسس اوكي لكن فعليا بطن انه مخلي هذا الشخص يسوي له كل شيء من عن طريقه اوكي فهو يقول لك فهو يقول لك ديزاين فهو كان بيسوق فقط على امريكا واليوكي وكندا واستراليا وما زال بيقول انه فيه مجال انك تسوق على كل مكان موجود في العالم اوكي فهذا هو بكل بساطة لكن انا بغاك تستفيد الان بكل بساطة ايش نقدر نسوي بالارقام هذه وكيف نعرف كم تكلفة الاعلان كم صافي الربح يعني هو يقول لك انه طلع تسعين الف دولار وستمية وخمسة وثلاثين حذي اي رادعت طيب كم تكلف كم التكاليف كم كل هذا تعال وريك ياها بكل بساطة عن طريق استخدام جوجل شيتس او عن طريق استخدام جوجل او برنامج الاكسل طبعا انت اللي تبغاها سوي اللي تبيه سواء عن طريق برنامج الاكسل او عن طريق الجوجل شيتس فانت براحة اك انا سرح استخدم جوجل شيتس بحكم انه مجاني وصراحة يفي بالغلط باقي هاي اسمها تون سومو اوك 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 والله ما ادري كتبتها صحبه الله لكن هذا مو مهم اوك انا بناكتب ريوجي اللي هي الافيادات وهنا السيشنز اللي هو ترافيك اللي هي كم عدد الناس اللي دخلوا على المجر الالكتراني حقها تمام خلينا نقول والله هو بيقول انه بالإرادات بكل بساطة جاب 90,035 بس نبي نشيل الفاصل عشان ما تسبب لنا مشاكل في العمليات الحسابية تمام وعندنا هنا يا طويل العمر الترافيك بكل بساطة هذا هو اللي جابه فهذه اول اشياء اللي احنا لازم نحطها تمام وبعدها بنروح سوي clear format وما فيه فخلينا نقول price او cost هذا الكاست اللي هو تكلفة المنتج اللي هي 138.66 اوكي هذه 423 ريال وهذا cost وهذا session وهذه revenue طيب انا الحي لو عندي الارقام هذي ايش بقدر اسوي بكل بساطة يا عزيزي بكل بساطة شوف انا هو بقول انه revenue هذه اوكي وهذه التسعيره حقتها فبكل بساطة يمكنني اجيب كم عدد الطلبات اللي اطلحها orders طيب شون اطلع ال orders هذه بحط يساوي وبقسم revenue هذه على pricing زي ما انتم شايفين يا جماعة ترى هذه الاشياء جدا مهمة اوكي انه والله هو طلع او لا ما عليش هذه 90 الف دولار ما عليش يا جماعة ما عليش وانا احط لهذه بالريال اوكي فانا بنقسم او شي هذا اللي بنحط price in dollar price in USD ما عليش يا جماعة هذي الغلطة فادحة اوكي فبنحط او عفوا بنحط هذا هذا اللي بنحط سعره بالريال اللي بنحط سعره بالدولار اللي هي 3.75 وبيطلع او تقسيم ما عليش تقسيم 3.75 3.75 وبيطلع 112 دولار اوكي فالحين انا اللي بسويه باقسم على السعر بالدولار الامريكي فبيطلع عندنا تقريبا عدد طلبات بيطلع عندنا 803 طلب اوكي 803 طلب ونص هذه ما علينا منها بنحط 803 طلب فبنشيل هذه او بنحط الراوند فبنحط هنا فرمات و او داتا ايو نمبر في شي اسمه روند يا جماعة اوكي نمبر 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 روندد اوكي خلينا نقول انها 804 طلب او 803 طلبات اوكي فخلينا الحين عندنا ندري كم عدد الطلبات والله عدد الطلبات اللي عندنا موجودة 800 طلب اوكي ايش اللي نبغى الان بعد ما عندنا 803 طلب ايش اللي نبغى نشوي او شي بعد هذي نبغى نعرف كم الكمفيرجن ريت كم الكمفيرجن ريت هذا شي جدا مهم ايش هو الكمفيرجن ريت اللي هو معدل التحول كمفيرجن ريت تمام اللي هو معدل التحول كم من هو يقول لك 144 1000 شخص دخل على المجر 800 منهم فقط اللي يشتروا طيب كم الكمفيرجن ريت حقنا كمفيرجن ريت حقنا بكل بساطة انا ناخذ الرقم 800 عدد الطلبات تقسيم السيشنز اوكي عدد الطلبات تقسيم السيشنز فبكل بساطة بيطلع عندنا الرقم هذا احنا اللي نبغى نحط هذا على البرسنتج فبنضغط على هنا فرمات رح يطلع عندنا نص بالمية كمفيرجن ريت طبعا الكمفيرجن ريت بالنسبةل نص بالمية انا بحطه هنا بحط علامه حمره ايش معناه؟ معناه جدا ضعيف جدا ضعيف وليش؟ جدا ضعيف لان الأمانه المنتج جدا 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 معليش المنتج ماهو منتج كل الناس تدور عليه من اللي يبغى يشتري ساعة على شكل جنط عرفت؟ يعني من ليitaire يشتري ساعة على شكل والله الكفر حق السياره اوكي مو كثير من الناس تبحث على هذا النوع من الأشياء فهذا العميل حق هذا المنتج جدا 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 نادر جدا نادر مو سيحل انك تلقي عميل مثل كده غالبا انت تبغى من ثلاثة بالمية وفوق ثنين بالمية ثلاثة بالمية ما عندك مشاكل واحد ونصف بالمية بتمشي لكن نصف المية يعتبر جدا ضعيف ومع ذلك الرجاء قدر يحقق بعض الإرادات والأرباح طيب يا جماعة الحين عندنا هذه هي الكونفيرجن ريت رحنا طلعنا الحين الكونفيرجن ريت اللي هو كم معدل التحول حقها تمام الآن ايش نبغى نطلع رح نطلع كم تكلفة الدعاية تبعا اوكي فاذا قلنا انه والله تقريبا تقريبا تكلفة الضغطة الواحدة تكلفة الضغطة الواحدة يا جماعة لازم نفهم هذا الشيء تكلفة الضغطة الواحدة على حسب الخبرة هذا عادي الشيء اللي مستحيل انت تعرفه الا من عن طريق الشخص هذا نفسها اوكي نفس البائع نفسها تجي تسألة تقوله والله كم تكلفة الضغطة الواحدة بين الإعلان اوكي لكن انا بعطي بعض الأرقام التصورية بحسب الخبرة حقتي انا بنحط 20 سنت و 25 سنت و 30 سنت اللي هي تكلفة ايش تكلفة الضغطة الواحدة فخلينا نقول والله يساوي اوكي هذا ضرب ال 20 سنت تمام ونفس الحكاية رح اسحب هذا المبلغ الى هنا او ما ليش هنا لازم نطلع الانه مش عليها واحد واحد فبحط هذه برضو ضرب 25 سنت وبحط هذه ايضا ايوه وبحط الترافيك اللي هي موجودة هنا فانت زي ما انت شايف هذا طلع عمرك تكلفة الضغطة في الـ price per click اوكي تكلفة الضغطة هذا شيء جدا مهم بالنسبة لنا يا جماعة هذا شيء جدا مهم عشان انا اعرف كم التكاليف حقت الاعلانات حقتها اوكي فبكل بساطة اوكي بكل بساطة عرفت انه هذه تكاليف الاعلانات حقتها اوكي فهذه كلها بالدولار الامريكي فهذه من اولها الاخرها لمنحط عليها دولار امريكي زي ما انت شايف 28000 36000 و 34000 اوكي هنا يعتبر الضغطة جدا غالية وهنا تعتبر الضغطة افريج اوكي فهو على حسب اوكي لكن فعليا عنا حسب خبرتي انه تكلفة الضغطة الواحدة ما تتعدى بين 20 سنت الى 30 سنت اوكي تكاليف اوكي فهذه cost of advertisement واللي تكاليف الاعلان advertising هذه cost of advertising اللي هي تكاليف ايش تكاليف الاعلان فالحين دام هذه هي تكاليف الاعلان حقتها خلينا نعطيها بكل بساطة اوكي عندنا ثمامية وخمسة طلبات يا جماعة ثمامية وخمسة طلبات تعالوا نشوف cost of product بالدولار USD هلو فبحط يساوي اللي هو يطويل العمر هذا بالريال السعودي رح نضربه او نقسمه على الدولار الامريكي اللي هو 3.75 لاني انا لازم اعرف كم سعره في الدولار الامريكي يقول انه سعره في الدولار الامريكي 36 دولار اوكي فهنا لا ابي اعرف كم تكلفة المنتجات فهنا cost of products تمام cost of products وهنا هذي cost of products يطويل العمر رح نحط هذا عدد الطلبات في cost of products اوكي cost of products في USD يطلع عندنا 29710 هذي تكاليف المنتجات اللي هو حطها تعال نحسب عادة الحين ال profit اوكي تعال نحسب ال profit هنا يا عزيزي رح نطلع ال profit بكل بساطة شون طلع ال profit بكل بساطة نجي يطوي للعمر ونحط يساوي بكل بساطة اوكي هذه ال revenue ناقص تكلفة الدعاية ناقص تكلفة المنتج وبيطلع عندنا صافي الارباح ويقولك اوتوفل اقول له اوتوفل اوكي لكن من غير ال اوكي لما عليش من غير اي طفل قلي انا احط كل شي الحالي احسن لي فrevenue ناقص cost of advertisement للنسبة للكلك الاثناني ناقص cost of product اوكي وهذي معدل الربح الثاني وهنا revenue ناقص cost of advertisement ناقص cost of product و بالاخير يطلع عندنا الارباح التالية تعال نحطها بالريال السعودي يا جماعة هذه الارباح يا جماعة يعني هو من التسعين الف قاعد يربح يا ثنين وثلاثين الف دولار يا اربع وعشرين الف دولار يا سبعة عشر الف دولار تعال نحطها profit in saudi real profit في الريال السعودي انت عاد سويها زي ما ثبي في العملتك انت انا ادري انه في ناس بتتابعني من كل بقاء على الارض فانت حطها في اي عملة profit in sar فانت حطها في الريال السعودي وبكل بساطة بضرب المبالغ هذه ب 3.75 و كي فاة تس تايمز 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 3.75 سي ما انت شايف بيطلع عندي الارباح التالية هذي كلها بالريال السعودي فأنا سأشيل الـ format وبحطها بالريال كما ترون 120 ألف كأرباح 120 ألف و 324 9300 و 66 ألف هذا بالنسبة لنا دعونا نضع الأشياء دعونا نضع هذا كله بالأخضر عشان الناس تكون واضحة عندها هذا كله profit وهذا cost فبنضعه بالأحمر بما أنه cost وهذا برضو بنضع كلها cost بما أنه أحمر فهو بالعربي بيدفع كل المبالغ هذي بيدفع كل المبالغ هذي عشان يحصل المبالغ هذي بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي تمام؟ يا جماعة زي ما قلنا لكم أنت بتقرر إذا شخص بمنتج مثل هذا بمنتج بمنتج بسيط مثل هذا قدر يحقق مئة وعشرين ألف ريال ثلاثة وتسعين ألف ريال وستة وستين ألف ريال وهذه هي تكلفة الضغطة على حسب الخبرة أوكي على حسب الخبرة لو لابنسمع كلامه أو لابنعرف فعليا كم كل اللي علي أني أنا جاء راح تواصل معه بضغط هنا على كونتاكت سيلر وبسأله بكل بساطة كم تكلفة البرايس بر كليك لو أبغى أطلع المبلغ هذا بشكل أساسي برسله رسالة بقول له كونتاكت هلو سيلر كيف حالك؟ شخبارك؟ شعلومك؟ أبغى أعرف بالضبط كم تكلفة الضغطة الواحدة عندك فأنا زي ما قلت لك إذا أنا أنا شخصياً ما أدفع أكثر من ثلاثين سنت في الضغطة الواحدة أو بغير الدعاية بشكل أساسي حلوين؟ إيش استفدنا من هذا الدرس بكل بساطة؟ كيف نطلع البروفيت حقتنا؟ كيف نحسب الكاست حقنا؟ كيف نحسب ونحلل الكثير من متاجر الدروب شبنج؟ لو نلاحظ أهم مهمة في الموضوع هذا يا جماعة المتاجر الدروب شبنج اللي بتطلع فلوس عندها منتجات استثنائية شون استثنائية؟ منتجات صعب 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 جداً تلقاها في السوق صعب تلقاها في أمازون أو أصلاً ما يخطر في بالك أنك تلقاها في أي مكان الشيء الثاني المنتجات ذو المتاجر الإلكترونية اللي بالمنتج واحد فقط هي أفضل أنواع المتاجر الإلكترونية ليه؟ سهل في الاستخدام سهل في التنفيذ سهل في كل حاجة الشيء الأهم من كل هذه الأشياء والثالثة اللي هو المنتج نفسه أو السبلاير نفسه والتفاوض اللي هو بيسويه مع المورد حقه كيف بيخلي المورد حقه يدخل على الموقع حقه ويسوي كل شيء فالرجال فعلياً هل بعض الناس ممكن يقول يا أخي 100 ألف ريال خلال خمسة شهور أو ستة شهور يمكن تعتبر قليلة في بعض الناس أنا متأكد بيقول يا أخي 100 ألف ريال و120 ألف ريال أو 99 ألف ريال أو 66 ألف ريال خلال خمس أشهر معنى أن نحس أن أغلب البرافت زي ما قلنا في القمسة العشهر الباقي هيا نقول والله هي تفرق خمسة أو ألف لكن يبكر يعتبرها قليلة لكن يا جماعة نتفكر فيها منطقياً الرجال ما سوى ولا شيء الرجال فعلياً ما سوى ولا شيء كل اللي سواه هو أنه جلس على هذا الكمبيوتر فتح اللابتوب تواصل مع المورد فتح المتجر الإلكتروني شبك الصين مع العالم كله وطلع هذه الأرباح وطلع هذه الربنيو لكل شخص مشكك في الدروب شمينج وطريقة عمل الدروب شمينج أتوقع أنه أثبتنا لك بالأرقام أنه فعلاً هذا البزنس مودل هو بزنس مودل مربح اللي عليك فعلاً أنك تنفذ وتسوي طلبات لا تتوقع أوكي لا تتوقع أنه بمجرد أنك تفتح متجر الإلكتروني أنه في سبحان الله الدنيا كلها رح تضب عليك ورح يعني لا أحد يفكر يا جماعة فعلياً أنا أنا عاني معاناة جداً يعني مصيبة مع كثير من الناس أنه بيتوقع أنه والله عبد الله بيعطينا الحركة السحرية اللي أنا أحط العشرين دولار والعشرين دولار هذه رح تطلع خمسمائة مليون أين يا عزيزي؟ أين عايشين أحنا؟ أوكي؟ خلونا نكون جداً واقعيين 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 أنا إنسان بهذه القناة أبغى أكون جداً صدق وأبغى أكون معكم بقمة الشفافية أتمنى أنه هذا الدرس كان جداً مفيد أتمنى أنكم استفدتوا لا تنسى لا تنسى تحط لايك وشير وسبسكرايب صدقني هذا الأشياء تدعم قناتي بشكل جداً رهيب كلما أرتفع عدد المشتركين في القناة كلما نزلت لك أشياء مجانية وقللت الدورات ليش؟ لأن الدعايات تبدأ ترتفع ويبدأ يطلع عندي داخل جداً كويس ومأستغني عن الدورات وتقديمها فلا تنسى لايك وشير وسبسكرايب ويعطيكم العافية ونشوفكم في الفيديو القادم